هيئة النزاهة تستقدم الرئيس الحالي لهيئة الاستثمار في محافظة بابل على خلفية منح إجازة استثمارية مخالفة الإجازة منحت رغم وجود التزامات تعاقدية على العقار المستثمر وفقا لدائرة التحقيقات في الهيئة رصد شبهات الفساد في المستويات الإدارية العليا واحد من أهم محاور البرنامج الحكومي الحكومة عندما اتخذت خطوة الحرب على الفساد أخذتها حقيقة بالتدريج أخذت الكادر الوسط من الفاسدين ثم بدأت تتصاعد حقيقة وتيرة ملاحقة الفاسدين وصلت إلى أعلى المستويات وأنا أعتقد كان هناك تخطيط ولربما أؤكد أن الخطوات التي رسمت لمكافعة الفساد كانت خطوات مدروسة الرقابة على النشاط الإداري لمؤسسات الدولة عامل مؤثر في تحييد مافيات الفساد نلحظ أن هناك فعلا جهد إيجابي كبير سجل للحكومة الحالية قياسا بالحكومات السابقة وأعتقد أن هناك برمجة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وحتى هيئة النزاة باعتبارها جهة مستقلة من أجل السيطرة والتحجيم تحجيم الفساد المالي والإداري إلى أحد ما نعتقد الحكومة الحالية نجحت وربما قصر عمر الحكومة نجحت في هذا الملف وينتظر للحكومة أيضا جهد كبير تطويق مافيات الفساد في المراكز الحكومية العليا خاصة الاستثمارية منها محور رئيس في استراتيجية القيادة العراقية لتحسين مستوى الخدمات في البلاد حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد